أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس سنرى كيفية تثبيث وتشخيص سمات أداة كانكي هذه الأداة هي ما أستخدم الآن على سطح المكتب الخاص به تمكن من إظهار معلومات خاصة مثلا بالتاريخ إحسائيات استغلال موارد الجهاز من طرف النظام ومعلومات أخرى لو شخصت بطريقة جميلة يمكن أن تضيف جماليات لسطح المكتب التشخيص يمكن أن يكون يدويا من حيث المضمون والمظهر لكننا في هذا الدرس سنكتفي بكيفية التعامل مع سمات جاهزة لهذه الأداة إذا نبدأ من السفر عن طريق أولا وقف الأداة كالالكانكي ونعتمد على الدرس الكتابي لتحميل أولا قبل تحميل السمات نقوم بتثبيث الأداة عن طريق إدخال هذا الأمر في الترافية أو عن طريق البحث عنها في مركز برمجة أوبونتو ونبحث عن كانكي فتظهر لنا هذه النتيجة ونقوم بتثبيثها بعد التثبيث يمكن أن نقوم بتشغيل كانكي لكن مظهرها لن يكون جميلة لهذا سنأمل على تحميل سمات خاصة بها مثلا سمات كانكي وضعت لها روابط في الموضوع الكتابي المرافق لهذا الدرس ستجدونه أسفل الفيديو لو كنت تتصفح الدرس على المجمع وسأضع له رابط على اليوتيوب إذن أقوم بالضغط مثلا أنا أستعمل أو أنتو بواجهة كنوم بواجهة يونيتي أقوم بتثبيث أو تحميل الملف الأول لو كنت تستعميل واجهة كنوم شرد فعليك تثبيث أو تحميل الملف الثاني هناك فرق بسيط بينهما إذن أقوم بالتحميل قمت بالتحميل مسبقا أنتقل للملف الذي قمت بتحميل السماع لا تكون على هذا الشكل أقوم بفك الضغط عنها الضغط يمين استخرج هنا فينتج لهذا الملف أقوم بالدخول له فأجد هنا ملفين ملف ظاهر وملف مخفية أقوم بالضغط على Ctrl-H لأظهره هنا أضغط على F3 لأقوم بقسم شاشة إلى 2 وسأعمل على نسخ هذا الملف المخفي Ctrl-C في مجلد المنزل إذن أقوم بنسخه في مجلد المنزل أنا نسخته مسبقا أقوم ضغط على استبدال هنا والمجلد الثاني أو الملف الثاني أقوم بنسخه في مجلد موجود في مجلد المنزل باسم نقطة كانكي لو لم يكن موجود قم بنسخ بإنشائها طريقة ذات يمين وإنشاء ملف جديد وسميه نقطة كانكي وقم بنسخ هذا الملف فيه أنا قمت بذلك مسبقا لألآن سمات كانكي جاهزة للاستعمال كيف نستعملها أو كيف نقوم بفتحها سنضغط على ألت زائد إف إثنين وندخل الأمر كانكي فتفتح الأدات على هذا الشكل لأخذ بعض الوقت قليلا لتظهر كاملة الآن هي كاملة طيب أشياء أخرى يجب لانتباه لها نفس الطريقة تتبع لو أردت تثبيث سمة أخرى مثلا هذه السمة تحملها وتتبع نفس الطريقة نسخ الملفين في المكانين الذين قمت بشرحهما ملاحظات أخيرة هو من يستعمل واجهة GNOME Shell عليه تحميل الملف السمة الخاصة بها من يستعمل واجهة XFTA أو بيئة المكتب XFTA مثلا توزيعت XO.2 عليها الانتقال إلى Applications من يتكون هنا أعدى وبعد ذلك عليها الانتقال Windows Manager Tweak وفي النافذة التي تفتح ينتقل للسان Compositor ويقوم بتفعيله لأنه لو لم يقم بتفعيل سيظهر خلفية سوداء للأدات حين أقوم بتشغيل النظام بتشغيل نظامي مثلا هنا Ubuntu لو أردت أن تشتغل أو تشغل أدات كانكي بطريقة تلقائية مع تشغيل النظام فعلي أن أدخل على تطبيقات بدء التشغيل أبحث عنها في وجهة Unity وأضيف هذه المعلومات هنا أضغط أضف أقوم بنسخ اسم أعطيها أي اسم مثلا أعطيها كانكي لتكون واضحة والأمر هو المهم هنا هذا الأمر ضروري أن يكون على هذا الشكل حتى لو كان هناك فارق بسيط في التوقيت أعفو أن لم أقوم بنسخ هذا الجزء هذا الجزء يجب أن تقوم بنسخه في الأمر هنا يقوم بنسخه في هذا الأمر وفقط يقوم بفتح الترافية في الخلفية يعني لا تظهر لك وبعد ذلك يقوم بفتح كانكي من خلالها هنا أربعين هو الوقت الذي تنتظر لأن كانكي تعتمد على الواجهة الرسومية ولذلك يجب أن تبدأ أولا الواجهة الرسومية تنتظر قليلا فبعد ذلك يمكن تشغيل كانكي بعدها إذن قم بنسخ لسخ هذه الأوامر وذلك لا تضطر كل مرة لفتح كانكي يدويا أردت غلقها فكما قلت الأمر هو كيل أول كانكي عن طريق الترافية فتتم غلق أداة كانكي إذن إلى هنا ننتهي من هذا الدرس نلتقي في الدرس قادم إن شاء الله إلى اللقاء